نعم هي جلسة كانت طبعا مخطط لها منذ شهر تقريبا منذ ان اقام مركز المحد العربي للدراسات الامنية ومقره في عمان كان قد نظم لهذا اللقاء الايراني السعودي على الاراضي الاردنية وهذه الجلسة او هذا الاجتماع هو اجتماع امني بحت وعلى مستوى استخباراتي ايضا وعلى مستوى عسكري في الميدان كقوة عسكرية وخاصة ما يجمع العديد من النقاط المتنازع عليها ما بين السعودية وايران والشأن العربي ايضا هذا الاجتماع ربما هو اجتماع تمهيدي لما كان مخطط له منذ شهر كما اسلفت قبل قليل لوضع الوجهات النظر والتقارب السعودي الايراني هو عنوان المرحلة القادمة وخاصة مع التحركات الدبلوماسية والامنية الكبيرة من دول الخليج وخاصة على صعيد الامارات التي ربما دائما ما تسعى لمد الجسور والى مد العلاقات الدبلوماسية والامنية وكل ما يخص الدول من خلال زيارة المستشار الامن الوطني الاماراتي الشيخ طحنون الى ايران هذه دعمت من اقامة هذا الاجتماع على الاراضي الاردنية بالاضافة الى طبعا الهم العربي الايراني والهم العربي المشترك في الاقليم وفي المنطقة هذه الجلسات ربما ستزيد من التقارب اكثر وخاصة ان القائمون على هذا الاجتماع قد تحدثوا لنا قبل قليل عبر الهاتف ولم يريدوا ان يكون هناك تغطيات اعلامية لهذه الاجتماعات بان هذه الجلسات كانت مميزة جدا وخاصة ان الايرانيين كانوا قد ايضا تشجعوا لهذا الاجتماع لوضع العديد من النقاط على حروفها ستكون هناك جلسات اخرى ستعقدوا في وقت قريب من اجل متابعة التوصية توصية الحوار الامني وايضا تفاصيل صياغة هذا الحوار هل تم تحديد ربما مدة زمنة او فترة معينة لاستئناف هذه الجلسات نعم الدكتور ايمن خليل مدير هذا المعهد ولهم ايضا تجارب سابقة في وجود تجارب لوضع تقارب لوجهات النظر في العديد من القضايا في هذا المركز المتخصص امنيا تحدث لنا بان في اقرب وقت سيكون هناك جلسات او جلسة ثانية ستثمر عن العديد من القرارات والدبلوماسية والامنية في المنطقة وخاصة ما يضم ويجمع ايران بالسعودية والكل يعلم بان التحالف العربي ايضا كانت له تحركات على مستوى الخليجي الخليجي العربي والاوروبي والدولي لوضع حد للعديد من النقاط وايضا التدخلات الايرانية في المنطقة هذا الاجتماع سيكون حسب مدير هذا المركز خلال اسبوعين تقريبا وكما لمح بان يكون يتمنى بان يكون هناك موعد هذه الجلسة اقرب من ذلك لوجود تقارب في وجهات النظر ما بين الطرفين السعودي والايراني في الاراضي الاردنية شكرا جزيلا لك من عمان يوسف البستنجي مراسل الغد على كل هذه المعلومات